مواجهة حرص الحدود غاية في الأهمية والصعوبة ومباراة لا تقبل القسم على اتنين الأهل ما قداموش حاجة غير الفوز عشان يحافظ على صدارة الدور الممتاز من خلال الفوز بجميع المباريات المؤجلة لقيت أجلت عشان طبعا حسب اللايحة مرة تانية اللي وضعتها رابطة الأندية حسب اللايحة مش بمزاجنا يعني في الوقت حرص الحدود بيتمسك فيه بتحقيق نتيجة إجابية أمام الأهلي بصوا حضراتكم الفريق اللي ما بيبقاش عنده أمل لأي حاجة بيبقى فريق صعب جدا ليه؟ لأن أنا بلعب باكرايت النهاردة في حرص الحدود وأنا تشرفت الحياة أن أنا لعب في حرص الحدود بلعب باكرايت النهاردة وحيلعب علي علي معلول بطل أفريقيا وأنا فرقتي نزلت للدور الممتاز أو لدرجة الأدنى هفكر إزاي؟ هفكر في حاجة واحدة بس إزاي رقص علي معلول وإزاي ما خلهوش يرقصني عشان أعمل أنا أوفر يجي منه جول لو أنا باكرايت وبلعب وعندي الفكرة دي الفرقة تكسب عايزها تكسب النادي الأهلي بطل أفريقيا هل الحرص الحدود عنده أمال؟ آه عنده ولكن أمال بسيطة جدا في نفس الوقت أنا مش عايز حد من جمهورنا العظيم الحقيقة يتخيل أن المباراة دي سهل وأن الحقيقة كل ما بقف مع أي حد من محبي النادي الأهلي ومن جمهور النادي الأهلي بره يقول لها إسلام الماتش ده صعب لأن هذه المباراة بالفعل هي واحدة من أهم وأصعب المواجهات خلال الفترة دي اللي امتابع فريق حرص الحدود في الفترة الأخيرة عامل نتاج متميزة الحياة تحت قيادة كابتن محمد ميكي اللي تولى المهمة بعد رحيل كابتن أحمد أيوب ولكن خليني أقول لحضرتك على الجانب الآخر لا حديث داخل الفريق الآن فريق النادي الأهلي إلا على مباراة حرص الحدود وكيف يستطيع اللاعبون أن يفوزوا في هذه المباراة عشان خلي بالحضرتك أنا لو ربنا كرامني وكسبت المباراة دي واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها الدوري حينتهي رسميا ولسه قدامنا شوية 3-4-5 مباراة تانية ولكن أنا كمدير فني هقدر أدي اللاعيبة اللي عايزة تاخد أجازة دي لها أجازة عندي لعيب بحاول أجددله أجددله أقعد معه أجددله عندي لازم أخلص اللي ورايا ده كله عشان أبتدي أقعد مع الناس بتوعي وخلص معهم كل حاجة أنا ما بحبش الكلام اللي يقولك إيه بقي كم نقطة وأحسم الدوري ولا هاخد كم نقطة من كم أنا بلعب على المكسب في كل المباريات حتى لو خدت الدوري بالمناسبة أنا بلعب على الفوز فقط لغير حرص الحدود بالنسبة لي زي بيرامدز زي فيوتشر زي الزمالك زي الإسماعيلي كل مباراة ولها إسلوبها الفني لكن كمان كل المباراة بتسوي ثلاثة نقاط في مشوار الدوري بطولة الدوري مهمة جدا لها قيمة خاصة عند جمهورنا كلنا ثقة في اللاعبين وأنا متأكد الحياة وعارف أن كل اللعيبة عرفة هذا الكلام وحيكونوا على قدر المسئولية زي ما عودونا دايما